تقرر إعادة نظر في الأنظمة التعويضية لعزد من الأسلاك في قطاع الوظيفة العمومية حر شديد بالمناطق الشمالية ابتداء من اليوم ومصالح الحماية المدنية ترفع من درجة تأهبها عبد الفتاح السيسي يدعو المصريين لنزول إلى الشوارع يوم الجمعة لمنحه تفويضا لمواجهة الإرهاب وفي الحصاد تتابعون رغم ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان شرطي المرور بالجزائر في خدمة المواطن أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل قررت الحكومة إعادة النظر في الأنظمة التعويضية للعزد من الأسلاك في قطاع الوظيفة العمومية وحسب المرسيم التنفيذية التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد مست عملية إعادة النظر قطاعات مختلفة على غرار قطاع الصحة والسكن والنقل والأشغال العمومية والثقافة والشباب والرياضة مختلف الأسلاك المستفيدة من إعادة المراجعة تم رفع عدة من حخصة بها في الأجور وأسن وفيكم مشاهدين بمزيدنا من التفاصيل عن هذه الإجراءات في نشرتنا اللاحقة هذا وقد أفرجت وزارة السكن والعمران على شروط الجديدة للحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء السكن الرفي بحيث قامت بتخفيف من الوتايق المطلوبة في الملف وتقليص أجل دراسة ومنح المبالغ المالية كما تم أيضا وضع إجراء خاص يتلقى فيه المستفيد المساعدات في دفعتين عوض ثلاث دفعات كما هو معمول به قبل بداية الأشغال وحددت وزارة السكن والعمران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الشروط الجديدة للحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء السكن الرفي بحيث لا يمكن الاستفادة من هذه الصيغة من المساعدة المباشرة إلا للأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا في الوسط الرفي في شأن آخر أكد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكد أن الانطلاق الفعلي في خدمة الجيل الثالث سيكون في الأول من شهر ديسمبر المقبل وأضاف بن حمادي ملف جيزي قد فصل فيه نهائيا أكثر تفاصيل في ميكروفون هشام شريف هي فعلا الحكومة قررت بابتداء في عملية إدخال الجيل الثالث رسميا وقرار الوزاري أمضية ممكن أن يصدر في الجريدة رسمية هذه الأسبوعين أو الأسبوع القادم فتنطرق هذه العملية رسميا بابتداء الفاتح أوت وتنتهي إن شاء الله بنهاية شهر نوفمبر حصلنا بين الملفين ملف شيراجيزي وملف جيل الثالث هذا ما تفهموا عليه الآن في الأخير صوت الضبط هي سيدة في بعض الدراسات هذا وقد تترق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لموضوع إضراب عمال البريد السريع قائلا أن المشكلة تبقى داخلية وتبقى بين الطرفين الشركة الأم بريد الجزائر وكذلك المدير العام للبريد السريع ثنائي لأنها يهم بريد الجزائر كقابض للشركة الفرعية ومسؤولين شركة الوامس نحن نأمل طرفين يوصوا إلى تفاهم والاتفاق في أقل بقت في أحوالي تقس توقع مصالح الأرصاد الجوية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة ابتداء من نهار اليوم الأربعاء حيث ستصل إلى 36 درجة خلال اليومين المقبلين على المناطق الشمالية والسواحل في حين ستصل ذروتها في المناطق الشمالية الساحلية والوسطى والداخلية للبلاد يوم الجمعة إلى 40 درجة مئوية وستزداد بذلك دعوات لتجنب لفحة الشمس الحارقة وتفادي الخروج وقت الذروة الذي يكون بين منتصف النهار إلى غاية الثالثة زوالا هذا وقد أعطى المدير العام لحماية المدنية مصطفى الهبيري تعليماته لكل المديريات وكذلك الوحدات الموزعة على كامل التراب الوطني للاستعداد ورفع درجة التأهب نظرا للارتفاع في درجة الحرارة التي ستشهده بعض الولايات تعليماته والمدير العام جاءت خاصة بعدما تم تسجيل 18 حالة وفاة في معظم السدود منذ بداية شهر رمضان وهو العدد الذي اعتبرته ذات المديرية مرتفعا إذا ما قورنا بالسنة الماضية تسببت أمطار تغفانية تساقطت ليلة الاثنين للسلساء على بلدية فيض البطمة المتواجدة جنوب عاصمة ولاية الجلفة تسببت في تشريد العشرات من العائلات القاطنة بحي سليمان عميرات والتي فرت من مساكنها بعد تغلغل سيول إليها كما تسببت في خسائر فلاحية كبيرة للمزارع المحاذية لواد السيلة السادق سريد زر القرية وعاد بالتقرير تالي أفراغ واد السيلة ببلدية فيض البطمة ولاية الجلفة سيول في منازل المواطنين حاصلت الأوحال للسكان بعض أمطار غزيرة تساقطت على المنطقة نحن أول ضربة هذه رفر الله في 89 89 وقد تخرج هنا الحماية المدنية قال الحماية المدنية جينا من مساعد وتخرجنا وشيشنا يروح عويننا متمرمدين بنيةنا متمرمدة نحن طالبين ويطيح ويطيح ويتعاوذنا الدولة ولا طيشنا ولا دبروس ما نجي فيه جلمة هدرنا المير هدرنا للسلطة هذه مكان والحماية رأي كل يوم قاش يتعنا رأي ويطيش وليداتنا رأي فتضيع لكن لي مصلح له محمد لكنها زيارية ورأينا خوايد واحد الحياة ذرى لا يقلل السكن خلاص المنكوبون فروا خارج بيوتهم بعد اشتداد السيول الجارفة ما جعلهم يفطرون في الشوارع البحارة كل سلعتها كل فزدس عربطونا الواد هؤلاء فيها ضرورها احنا غنا مضرورين من الواد اصلا المشروع اللي يعطوه الواد يعطوه هو من القانترال تحت وخدموه من القانترال فوق بالنسبة الفلاحين لا السكان رنقع لا الويدان ما خلوا له مقعد لا حاسي لا بسان لا صاجرة لا حية لا حياط راكم تشوفوا المشهد راه يدل على كل شيء سياسة الترقيع بادية على شوارع القرية تضع المسؤولين المحليين في قفص الاتهام فمتى سيحاسب المسؤولين عن زلاتهم وقعت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سولة بيريشتر ظاهرة أمس ترتاء بموزايا بولاية البوليدة عسب ما أفاد اليوم الأربعاء مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجوفيزياء وجاء في بيان للمركز أن موقع الهزة التي سجلت على الساعة الثانية زوارا ودقيقة واحدة حدد على بعد 14 كيلومتر جنوب شرق موزايا إلى موضوع آخر حيث تم ليلة البارحة إغلاقوا المعبر الحدودي الطالب العربي الرابط بين حزوة من ولاية توزرة تونسية والقطر الجزائري من قبل أهالي المنطقة من الجانب التونسي ذلك احتجاجا على قرار السلطات الجزائرية بعدم يسماح للتونسيين بالدخول والتزود بالمحروقات حسبهم وصعد الأهالي من احتجاجهم عبر توقيف جميع السيارات القادمة من الجزائر ومنعها من الدخول كما عمد عدد كبير من أهالي فريانا من ولاية القصرين إلى أغلاق معبر بوشبكا ومعبر بابوش لنفس سبب ويذكر أن السلطات الجزائرية قد حددت سقف تموين السيارات تونسية بالوقود بـ 0.5 دولار للحد من ظاهرة التهريب في شأن آخر حلت ذنب ولاية البيت قافلة للتضامن من ولاية البوليدة أشرفت عليها الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان حيث قامت بتوزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية على العائلات المعوزة بالولاية المبادرة التي شاركت فيها الجمعية والولاية كافل واليتيم لقيت استحسان العائلات المعوزة وسكان ولاية البيض في ظل عدم مثل هذه المبادرات محليا تقرير نورد الرحمن حلت الجمعية والجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان بولاية البيض محملة بمجموعة كبيرة من المساعدة الغذائية التي قدمتها للعائلات المعوزة والفقيرة بمساعدة أهل الخير بمدينة البيض سعينا في سبيل الله على كل حمي مولاية البيض إلى مولاية البيض لمساعدة الفقارة والمعوزين وهذا الفضل معنا ربا سبحانه وتعالى والفضل الآخر ليرجع المحسينين سواء نشارك مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة لعاوننا باش لحقنا هذه القفل العائلات الغنية تعيش حياة البذخ والترف بينما طائفة كبيرة من الشعب الجزائري تعيش تحت درجة السفر في هذا الفقر المتقع العائلة والمعوزة بالبيض ورغم الفقر التي تعيشه أبدت سعادتها ورضاها بالمبادرة كما أن الجمعيات المحلية قدمت شكرها للقائمين عليها وثمنتها نطلب من الله عز وجل أن المحسينين ثاني اللي رأهم شاركين في هذه القفة وهذه المبادرة وفي ذو الشعر الكريم رأى رب العالمين اللي رأنا في عشر متاع الرحمة إن شاء الله رب يرحمه نرحب بالجمعية الخيرية التي زارتنا من مدينة البوليدة مشكورين يعني والله العظيم الجمعية الجزائرية لتلقية المواطنة وحق الإنسان يعني شكرا لكم شكرا لكم لقد أدخلتم الصرور على قلوب هات الشريحة من الأيتام والمعوزين تبقى مظاهر والتكفل الاجتماعي وسط المجتمع الجزائري راسخة وبخير مدى ما فيه من يقطع والمسافاتية طويلة ويذرفو الدموع لإدخال الصرور على العائلات وهي في أماسي الحاجة إلى من يتذكرها ولو بالقليل تنشيطا لأيام شهر رمضان المبارك تتوصل عبر مختلف مساجد ولاية أم البواقي مجالس الذكر وحلقات تلاوة وتجويد القرآن الكريم بالإضافة إلى تقديم دروس تتمحور أساسا حول الدلالات والأبعاد للأحكام الشرعية الضرورية المتعلقة بالصيام وهذا تطبيق لبرنامج التنشيطي متنوع سطرته مديرية شؤون دينية والأوقاف لولاية أم البواقي طيلة شهر رمضان المبارك ورقا في الموضوع مع رشيد مقدم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفي شهر رمضان صفوف المصلين في الترويح تتزاحم وتتلاحم الأكتاف مناسبة دينية عظيمة حيث الصيام والقيام والعبادة والطاعة فبعديد مساجد ولاية أم البواقي شعور واستشعار بمغفرة الله وبالرضا وانطلاق من هنا سطرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف برنامجا تنشيطيا متنوعا تبيان مجمل الأحكام الشرعية الضرورية المتعلقة بالصيام وتشجيع الناشئ على حفظ القرآن الكريم ترتيلا وتجويدا لفائدة الدارسين في مدارس قرآنية وحلقات التحفيذ التي طرعاها اللجان الدينية سلسلة من الدروس على مستوى المساجد وأيضا صلاة التراويح وبالتالي فالساد الأئمة كانوا على استعداد تام لهذه الدروس وهذه المحاضرات والندوات على مستوى المساجد وأيضا صلاة القيام فيه مسابقة بتبعة الحال مسابقة في حفظ القرآن الكريم وفي غضون شهر الصيام والقيام مساجد تفتح لأول مرة ببعض مشهة الولاية ومنها مشتة رمادية النون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه هذا المكان بالذات كان الكثير يقصده من أجل حفظ القرآن العظيم إن شاء الله يكون هذا المسجد تكملة لمجهودات الأجداد إن شاء الله يكون هذا المسجد مجمعا يجتمع فيه شباب هذه المنطقة وشيوخ هذه المنطقة على الرأي الصواب ترجمة نانسي قنقر